أَقْبَلْتَ يَا رَمَضَانُ مُبْتَهِجًا وَالْخَيْرُ مِنْ كَفَّيْكَ يَرْوِيْنَا سُقْيَا مِنَ اللَّهِ فِيكَ تَغْمُرُنَا بِهَا وَبِالْإِيمَانِ أَنْتَ تَهْدِيْنَا سُقْيَا مِنَ اللَّهِ فِيكَ تَغْمُرُنَا بِهَا وَبِالْإِيمَانِ أَنْتَ تَهْدِيْنَا فَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ فَإِنَّهُ أَهَلَّ شَهْرُ الْأَخْلَاقِ يَأْوِيْنَا فَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ فَإِنَّهُ أَهَلَّ شَهْرُ الْأَخْلَاقِ يَأْوِيْنَا أقبلت يا رمضان مبتهجا والخير من كفيك يروينا فاغفر إلهي ذنبا يعذبني وارفع مقاما بالذكر يحيينا فاغفر إلهي ذنبا يعذبني وارفع مقاما بالذكر يحيينا ووفقني للآيات دوما أرتلها فأرقى في درج العلا آمينا أقبلت يا رمضان مبتيجا والخير من كفيك يروينا بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المشاهدون الأعزاء ما زال اللقاء مستمرا مع الصيام وأحكامه وحكمه وأسراره واليوم يتجدد اللقاء معكم في درس جديد بعنوان الصيام مدرسة للخلق الحسن نتكلم عن الخلق الحسن وعن الأخلاق في زمان نشكو فيه إلى الله ذهاب الأخلاق وفي زمان تعيش أمتنا أزمات منها أزمة الأخلاق وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعاولا لما كان ذهاب الأخلاق ظاهرة أصبحنا من الملاحظ أن نسمع بعض الأسئلة التي تطرح على العلماء والفضلاء تبين فعلا أن الأخلاق عملة نادرة كثيرا ما نسمع من الناس من يسأل هذا السؤال من هو الأفضل الرجل المتخلق لكنه غير متدين أم الرجل المتدين لكنه غير متخلق ومن هي الفضلة المرأة المحتجبة أو المنتقبة لكنها غير متخلقة بأخلاق الإسلام أم المرأة المتخلقة لكنها غير منتقبة أو غير محتجبة والإسلام يجيب بكل وضوح ليقول لا نريد هذا ولا هذا ولا هذه ولا تلك بمعنى أن الإسلام لا يريد رجلا متخلقا بأخلاق الدين وبأخلاق الإسلام وبمكارم الأخلاق لكنه إنسان مقصر في تعالم دينه وكذلك لا يريد إنسانا متدينا محافظا على الصلوات يبتعد عن الحرام يفعل القربات ولكن أخلاقه سيئة وكذلك الإسلام لا يريد امرأة محتجبة أو منتقبة ولكنها ذات أخلاق سيئة كما أنه لا يريد امرأة غير منتقبة أو غير محتجبة لم ترتدي لباس الحشمة ولكنها ذات أخلاق عالية ورفيعة إذن فالإسلام يريد الدين ويريد الخلق وليس هناك أبدا فصل بين الدين والأخلاق في شريعتنا لا في الكتاب ولا في السنة بل ولا في تعاليم ديننا وإنما هذا الذي حصل هو في واقع المسلمين مع الأسف إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وبكل اختصار سنجد أن القرآن أكد على ضرورة الأخلاق وأنها لا تنفصل أبدا عن الاتزام وعن الدين فمثلا في قصة موسى عليه السلام عندما فر من فرعون ووصل إلى مدين ووجد امرأتين تذوذان كما قال الله سبحانه وتعالى وسق لهما بعدما جرى بينهما ذلك الحوار الطويل ثم نجد أن بنت هذا الرجل الصالح تقول لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وهنا جمعت بين أمرين اثنين بين القوة وبين الأمانة قد يقول قائل كيف عرفت هذه الفتاة أن موسى عليه السلام قوي أمين ولم يكن بينهما وقت كبير حتى تحكم عليه بهذا الحكم يقول علماء التفسير أن عندما جاءته إحداهما تمشي على استحياء وقالت إن أبي يدعوك ليزيك قال لها في بعض الروايات قال لها موسى عليه السلام لا تتقدمي علي وإنما تظلين خلفي في ذا كنت إذا كان الطريق على اليمين رميت رميت لي حصات عن اليمين وإذا كان الطريق على الشمال رميت لي حصات على الشمال هذا الفعل أكد لهذه الفتاة أن هذا الرجل له أمانة وله أخلاق وله مرؤة أما كونه قويا فلأنها رأت أنه قد حمل حجرة لا يقدر على حملها عشرة من الناس إذن شاهد أن في قصة موسى عليه السلام دليل واضح على اعتبار هذا الأمر وكذلك إذا نظرنا في قصة سليمان عليه السلام عندما قال سليمان من يأتني بعرش بالقيس قال عفريت من الجن أنا آتك به قبل أن يرتد إليك طرفك وإني عليه لقوي أمين إذن هنا كذلك نلاحظ وجود الأمانة حتى في عالم الجن عندما يكون ذلك في ظل الالتزام وفي ظل التدين لذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه نلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الدين والخلق ولم يقتصر على أحدهما وهذا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا أنه قد يوجد من الناس ما من فيهم تدين ولكن لا خلق لهم وقد يوجد من الناس من له من الأخلاق ولكن لا دين له إذن هذا كله يدل على ماذا يدل على اعتبار الأخلاق غالبا أو أقول لأن التدين في الحقيقة إذا نظرنا إليه من حيث الحياة الزوجية التدين في الحقيقة يرجع إلى الإنسان نفسه يعبد الله يصلي يزكي لكن العلاقة التي بين الزوج وبين الزوجة تحتاج إلى خلق تحتاج إلى صبر تحتاج إلى تحمل تحتاج إلى التسامح تحتاج إلى كثير من الأمور إذا غابت الأخلاق ككونها صفة للزوج هذا معناه أن هذا البيت سيكون ولا بد مهددا بالفشل ومهددا بعدم الاستقرار إذن إذا نظرنا إلى حديثنا حول الصيام فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا على مبدأ الأخلاق في الصيام فقال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقول إني صائم إني صائم مرتين إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ولا نقول جنة فاللغة العربية من خصائصها إذا غيرت فيها حركة تغير المعنى هذه مثلا هذه الكلمة ممكن أن تقرأ بدون وضع النقاط على ثلاثة أوجه نقول جنة وهي البستان أو الجنة التي وعد الله بها المتقين لا حرمنا الله وإياكم منها والجنة وهم الجن كما قال تعالى في سورة الناس والجنة هي المقصود عندنا في الحديث وهي الوقاية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة وهذا تعبير دقيق من الذي أوتي جوامع الكلم كلمة واحدة من النبي عليه الصلاة والسلام تدل على معاني وأسرار عميقة فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يشبه الصائمة بالمحارب ذلك المحارب الذي يخوض المعارك فالصائم فعلا يخوض معارك وهو صائم يخوض معارك ضد الفتن والشهوات والابتلاءات فكما أن المحارب يحتاج إلى درع يحميه من ضربات السيوف وخزاة السهام وطعنات الرماح فالصائم يحتاج كذلك إلى وقاية تحميه من التأثر ومن الوقوع في الآثام والذنوب والمعاصي فمعنى كونه جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات فالصيام جنة ووقاية يقل عبد من الذنوب والمعاصي ومن البغيض من الكلام والسيئ من الفعال وبذلك يتقل عبد النار والله المستحان إذن الصيام حسن منع حسن منع يحصل الإنسان من الشيطان ومن خطواته ويمنع صاحبه أن ينزلق أو من أن ينزلق في الأقذار والأرجاس فوصية النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يسخب وأن لا يجهل وهذا صيام اللسان وصونه عن كل عيب وعن كل ما يتعارض مع الحياء وما يتعارض مع الأعراف والأعادات والمبادئ وعلى الإنسان أن يتجمل بالألفاظ الجميلة وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة فإن سابه أحد فلا ينبغل الصائم أن يقابل الإساءة بالإساءة بل يقابل الإساءة بالعفو والسماح ربما يكون هذا المسبوب أقوى من الذي سبه أو أنبل منه جاها ومع ذلك فإنه يستحضر هذه المعاني العالية فترشده إلى هذه الأخلاق الحميدة وإلى هذه الصفات الحسنة هل إذا سب الصائم أحد هل الصائم يقول بلسانه إني صائم إني صائم ويسمع الذي شاتمه لعله ينزجر أو يكتفي أو يكتفي بأن يقول ذلك بقلبه لينكف عن المسافهة ويحافظ على صيانة صومه الذي يظهر والذي عليه أكثر العلماء أنه يقول ذلك بلسانه ويسمع ذلك الذي شتم ذلك الأمر لعله يتعذ ولعله ينزجر فاللهم حسن أخلاقنا وهدنا لأحسنها فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقبلت يا رمضان مبتهجا والخير من كفيك يروينا أقبلت يا رمضان مبتهجا والخير من كفيك يروينا سقيا من الله فيك تغمرنا بها وبالإيمان أن تتهدينا سقيا من الله فيك تغمرنا بها وبالإيمان أن تتهدينا فيباغي الخير أقبل فإنه أهل شهر الأخلاق يأوينا فياباغي الخير أقبل فإنه أهل شهر الأخلاق يأوينا أقبلت يا رمضان مبتهجا والخير من كفيك يروينا فاغفر إلهي ذنبا يعذبني وارفع وارفع مقاما بالذكر يحيينا فاغفر إلهي ذنبا يعذبني وارفع مقاما بالذكر يحيينا ووفقني للآيات دوما أرتلها فأرقى في درج العلا آمينا أقبلت يا رمضان مبتيجا والخير من كفيك يروينا ترجمة نانسي قنقر